بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير النهاردة زي ما حضراتكم عارفين هي قضية وحنتكلم عن قضية مهمة جداً ولكن خليني أبدأ مع حضراتكم بالخبر هذا الخبر الهام كابتن الخطيب بيخضع لفحوصات طبية جديدة ويلبي دعوة الخليفي في فرنسا هنبدأ الحلقة النهاردة ونقول طبعاً ألف سلامة للنجم الكبير وأسطورة كرة القدم ورئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب اللي متواجد حالياً في فرنسا في رحلة علاج وبيخضع إلى فحوصات طبية جديدة بعد تكرار نوبة الدوار التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر فريق الكرة بالنمسا وشرحت لحضراتكم على الهواء مباشرةً قبل كده هذا الأمر وتسببت الدخل اللي بتيجي للكابتن الخطيب في سقوطه وجرح قطعي بالرأس جاء ذلك بعدما عرض رئيس النادي الأهلي حالته خلال الساعات الماضية على العديد من كبار أطباء المخ والأعصاب والأنف والأذن وكذلك الرقبة لمعرفة أسباب الحالة بعيداً عن العلاج الذي يتلقاه منذ عام ونصف نتيجة الضغوط التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية عقب الانتهاء من الفحوصات الجديدة ومعاودة الأطباء المتخصصين يتحدد العلاج اللازم وفترة الراحة وموعد عودة كابتن خطيب إلى القاهرة وبالرغم من الظروف الصحية لب أمس الكابتن محمود الخطيب دعوة ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سانجرما والذي كان حريص على التواصل والسؤال على حالة رئيس الأهلي الصحية وأصر على دعوته لحضور الكلاسيكو الفرنسي بين باريس سانجرما ومارسيليا ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية للخليفي على تقديره ودعوته الكريمة متمنياً له دوام التوفيق والنجاح ده حالة الكابتن خطيب زي ما حضراتكم متعودين مننا دايماً كل مرة بنقول لحضراتكم وأنا لو تفتكروا قلت لحضراتكم بعد اللي حصل الكابتن خطيب والدوخة اللي دخها واللي حصل له في النمسا قلت لحضراتكم أن الكابتن خطيب حياخد وقت طويل في هذه الفترة لأنه محتاج وقت طويل للراحة محتاج وقت طويل للراحة هل ده معنى أن الكابتن خطيب لا يمارس شغله؟ كابتن خطيب يمارس شغله بشكل دائم الحقيقة كابتن خطيب مقدرش يبعد عن نادي الأهلي خلي بقى لحضراتكم دي حاجة تانية ولكن كابتن خطيب بيمارس شغله كرئيس للنادي الأهلي بيمارس شغله ويعني عندما يكون القرار محتاج لكابتن خطيب بيرجع لكابتن اللي عنده سؤال بيرجع لكابتن خطيب أو اللي عنده ياخد قرار يرجع لكابتن خطيب ويقول له احنا هنعمل كذا كابتن يقول يلا يا لأ كالعادة زي ما حضراتكم دايما متعودين هذه المؤسسة مؤسسة النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي بيكون له الدور الأبرز والأكبر في هذه الأمور وبالتالي كابتن خطيب الحقيقة بيدير الأمور ويمكن من بعيد ولكن بيدير الأمور زي ما حضراتكم دايما عارفين عن الكابتن خطيب والحقيقة دايما اللي بيساعد كابتن خطيب في هذه الأمور وجود مجلس إدارة محترم في النادي الأهلي ونظام عمل مؤسسي يعني الكابتن خطيب رئيس النادي الأهلي الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي المهندس خالد مرتاجي أمين صندوق النادي الأهلي وبقية أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي كل هذه الأسماء لما تقول العامري بيه فاروق ولما تقول خالد بيه مرتاجي لا هتقول برضو أسماء كبيرة جدا جدا تقدر تعمل كل حاجة وتستطيع أن تتخذ القرارات لو الكابتن مش موجود مثلا ولكن الحمد لله الأمور جيدة جدا 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 ولكن زي ما قلت لحضراتكم البيان نازل واضح أن لسه هناك بعض الفحوصات وإن شاء الله الكابتن يرجع بعدها إلى القاهرة ويكون متواجد وسط وسط محبيه الحمد لله والشكر لله الأمور ماشى بشكل جيد خصوصا بعدما الأهلي حقق الفحوصات